سي ما قلتلك طاقتك كانت عبارة عن دفاع النفس. اول شي خلينا اقول الطاقات قبل ما انسى. الطاقات عندنا برج. انا هذا بحس الميزان ما بعرف ليش. اه والقوس. عنا ناري مائي اكتر شي. هدول اكتر شي بيانوا. ممكن تتعامل معهم في هذا الشهر يا برج التور. اه الباين انك طالع من موضوع طالع من اه مشكلة زي ما قلتلك حاولت او اضطريت انه اه اتدافع عن نفسك او خلال هذا الشهر. اه نفس المشكلة اللي شفناها في الشهر الماضي عم تكمل هلأ على خير. اه عم بشوفها في امل كبير انه تنتهي لصالحك. عم تنتهي فعلا لصالحك. اه. في مشكلة. مشكلة تدخل فيها اكتر من شخص واكتر من جهة خلينا نقول يمكن تكون مشكلة قانونية. اه عم بشوف اه عم بشوف اك بتدافع عن نفسك اه طول الوقت. ولكن رح تاخد حقك لانه الجستس هون كتير واضحة. من بعد غموض من بعد انتظار رح تنتظر اه فترة انه تعرف شو النتيجة اه نتيجة الموضوع. اه وكأنه هذا المشكلة ممكن يكون في في العمل. اه رح اه يعني في ناس رح يخبوا عليك امور. اه رح تكتشفها فيما بعد ورح يصير في جستس رح يصير في عدالة اه اكتر من انت ما كنت تتوقع. هذا من بداية الشهر يعني رح تحس في هذا الموضوع انه بلش يرجع لك حقك بلش يكون في امل اه في تحقيق امنية هون في في العمل اكتر شي انا بشوفها. اه في عندك اه انا شايفة ممكن يكون بيدك شغلتين. عم تشتغل عملين في نفس الوقت. عم بتحاول انه تركز هذا الشهر اكتر شي على العمل. اكتر ما هو عاطفة. شايفة عمل اكتر ما شايفة عاطفة. اه والتور بشكل عام يعني بيهتم كتير بالعمل والمادة يعني نامبر ون بالنسبة له. من الناس العمليين اللي بيحبوا النجاح في العمل او انه بيحبوا الشغل كشغل يعني بحبوا العمل نفسه. اه وبيحبوا انه كل مكان دخل يعني اكتر كل مكان احسن. فبشوفكم طول الوقت عم تشتغلوا. هذا الاشي عم شوي بيأثر على صحتكم. اه شوي عم بيولد عندكم من كترة تفكير في العمل في هاي المشكلة اللي انا قلت عنها اللي ممكن توقع فيها او اه ان شاء الله على خير ان شاء الله ما يصير في مشكلة ولا شيء. اه ولكن ما حاب اخبي هاي الورقة يعني كتير اه باين يعني حتى لو ما قلت. ف زي ما قلت لك في امور رح تتخبى هون عنك. ولكن انت رح تكتشفها رح تطلع من هاي الطاقة طاقة الاوهام اللي كانوا معايشينك فيها لانه الكرت مقلوب. فرح تطلع من هاي اه الطاقة. وفي امل كتير كتير انه يرجع لك حقك مش بس هيك كمان من عملك اللي انت عم تشتغل وقلتلك عم تشتغل شغلتين او عم بتحاول اه يعني تفوت على بيتك اكتر من دخل عم بشوف اه فعلا في عائد اخر شهر كتير كبير وكتير اه في خلينا نقول اه امل انه يعني تحسن امورك المادية شايف الامور المادية افضل اشي في الورق يعني خلينا نحكي. في شخص رح يساعدك شخص انت ما بتعرفه اه رح يساعدك في حل هاي المشكلة شخص من برج مائي ممكن يكون او من برج اه ناري شخص ممكن تتعرف عليه يساعدك في هذا الموضوع اه يخلص لك الموضوع ما بعرفه ولكن هذا الشخص اه على اه رتبة معينة على على منصب معين اه عم بيكون بايدك يعني ايد بايد خلينا نقول اه ويساعدك في موضوع من المواضيع ممكن يكون هاي المشكلة اللي انا قلتلك عنها فان شاء الله ما يكون في لا مشكلة ولا اشي وحتى لو صار هاي المشكلة رح تنتهي على خير عم بشوف اه قلتلك رح تحقق كتير عائد كبير رح يرجع حتى لو كان كان عندك اطفال على الاطفال على العيلة اه على العيلة الكبيرة او العيلة الغيرة ازا كنت متزوج اكتر شي بيّن بالورق لكن في تحقيق امنية من بعد تعب من بعد مشكلة من بعد اه ظلم معين في في عدالة وفي تحقيق امنية نشوف العاطفة بشكل سريع مع ان الطور مش كتير بهمه العاطفة يمكن اه لا فيه سعادة فيه سعادة في بداية جديدة مع ذات الشخص للناس اللي اللي مرتبطين او منفصلين مع نفس الشخص اللي بيعرفوه او على العلاقة معه او منفصلين عنه شايفه فيه بداية جديدة في عواطفة جديدة عم تنتعش في في التقاء خلينا نقول اه في خلي واحد تنين تلات اربعة خمسة في عندك خمس اه يمكن خمس اشارات اه خمس ايام خمس شهور لا ما بشوفها شهور بشوف هاد الكرت سريع شوي يعني ممكن خمس ايام اه تسمع بشي حلو عن الحبيب او من الحبيب مباشرة من بعد ما انطعنت خلصت كل الطعنات خلص هدول عشرة خلصت كل شي اه يعني ما ضل حدا الا طعانك ما ضل حدا الا اه ما ضل حدا الا ده يعني غدر فيك خلينا نقول لا وفي ناس عم تتفرج من بعيد يعني عم تتشمت خلينا نحكي في الفترة من الفترات الماضية ولكن انا شايفك بعد هذا كله اه يعني بعد ما كنت صابر اه شو برج الدور بصبر لمدة طويلة جدا وهادي جدا جدا ولكن لما العاصفة خلص اه تيجي عنده بعصب بيطلع كل اللي بقلبه بيعمل اللي اللي كان يلازمين عمل من زمان فشايفي انه من بعد صبر على ناس كتير عم وخاصة من الحبيب انا شايفة انه هون بما انه فتحنا على العاطفة عم بيكون الغدر من الحبيب اه عم بشوفك اه عم بترتب الامور عم بتصبط الحدود حدود الناس كل حد بتحط له حده حتى الشريك او الحبيب عم بتحط له حد عم بتغير من حياتك عم بتغير من نوع حياتك اه شايف انه الناس اللي امنت لهم غدروا فيك اه بشكل عام اه شايف شايفيتك عم يعني بس انا بوصيك انه شوي شوي يعني مش اه مش اه كتير تعصب او كتير تكون ناري هاي الفترة اه شوي شوي الامور بتاقتها ولكن انا بشوف معاك يعني كتير انت شفت كتير اه مر عليك خلال الاشهر الماضية كان في اه كتير طعنات كان في اه كتير غدر من ناس انت ما بتتوقع منهم الغدر اه يعني الحبيب والقريب وكله ما بعرف كيف الوضع كاين عندك كتير سيء بالفترة الماضية ولكن بترجع اه في كمان امني في الحب ممكن تتحقق ممكن يكون حب في العمل اذا كان خاصة الناس اللي عم بيحبوا او الشريك تباعهم في العمل اه رح يكون كتير هذا الشهر اه واعد خلينا نقول في التقاء اه في في رجوع للناس المنفصلين حتى للناس المتزوجين او اللي على علاقة عم بشوف في تطور في العلاقة في تحريك للامور هذا العم بتكون الطاقة كلها نارية في تحريك للامور في الجمود اللي كان عند برج التور اه طول الاشهر الماضية المفاجآت اللي ما كانت سارة وانا شاهدي يعني على كل الاشهر اللي كانت لبرج التور كان في عنده مفاجآت شوي مش سارة او مواضيع كانت تتسير كان من ظلم فيها فشايف لأ انه هاي هاي الفترة اه حتى عاطفيا في رجوع لقديم وشايفيتك عم بتودع شي بتودع طاقة سلبية بتودع ممكن ادمان ممكن اه اه اشخاص صلبيين عم بتودعهم وتستقبل اشخاص ايجابيين اه اشخاص ولكن شايفة في عندك حسد بالاوراق يا برج التور فبس تدير بالك من هذا الموضوع اه في الاوراق العاطفية بيان عندك شوية حسد في ناس عم تطلع من بعيد بتحاول انه تخرب الامور تعرق الامور ولكن اه المركب تسير يعني زي ما بقولوا والكلاب تعوي اشي زي هيك فشاك انه هاي طاقة الحسد بس نهتم فيها شوية نحصن حالنا ندير بالنا تحذير لهذا الشهر لبرج التور شو عم بيكون اشتركوا في القناة